موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فخرنا اليوم فخرنا هو الشهيد مصطفى القائد البطل اللي كان يداوم في جهاز مكافحة الإرهاب اليوم راح نتعرف عليها ونشوفها بعيون أمه وصديقة وأهله وناسه ونشوف تفاصيل كل حياته واستشهاده في برنامج فخرنا فخليكم ميانا حياتش الله مصطفى أهلاً مصطفى الرحمة والمغفرة لهذا الشهيد البطل القائد مصطفى القائد يسلمكم ويخلكم الله أهلاً منين نبلش وياه مصطفى اليوم؟ والله مصطفى نبلش وياه من كل شيء ايه كيف شنتي؟ منين تريد تبدي؟ نبدي لأن مصطفى يعني هو كل شيء بحياتنا يعني مصطفى اللي أنت روحه أنت حياته مصطفى قاب دراسة من المتوسطة بدأ بعمل يعني العمل اللي بدأ هو اشتغل كل شيء بعدين نتجه طوى للفرقة الذهبية جاهز مكافحة الرحال وراها داوم ورا ما داوم مصطفى يعني يعني شحشي قليل يعني شحشي قليل مزيلا من بديت تشوفي بمكانات صعبة أكيد شنت تشوفين صورة فيديوهات مصطفى ما يحسس لي كان بس أنا أحس بي لأنه أنا روح وحدة يعني احنا أصدقاء عباك مو أم وابنها مصطفى يعني بحيث أقعد على التلفزيون أباوع مصطفى نتخابر آنيا مثلا مصطفى شانك أخبارك يقول لي زين بس ما يقول لي أكو هجوم أكو كذا أموري تمام كلها زينة ما أكو شيء أنا بالخلفيات أنا بالخلفيات طمئني دا تاكل دا تشرب آكل وأشرب فاديوم أنا قاعدة ساعة تسعة ونصف الصباح مصطفى أنتبه علي مصطفى هذا قلت لهم مصطفى بيجي شفتي بالتلفزيون شفته بالتلفزيون أباوعت قالوا شون قلت لهم هذا مصطفى قلت لهم شون ومتقدمين على معركة اللي صارت قبل شوية دكت لك إياها بيجي يعني لا لا مو بيجي واحدة من المعارك اي واحدة من المعارك اي فأباوع مصطفى يعني قدامي بالمقدمة يعني يعني داعش قبلهم وهو فأباوع مصطفى قلت لهم هاي المصطفى يعني شون قبل ساحتين ثلاثة يقول لي آني زين وماكوشي ومو بالأمام والمالحة ها المالحة معركة المالحة مم زين فوراها عشر دقائق قبل نص ساعة أريد أدوك على تليفوني ما يجاوبني نهائيا ورا ساعة داعش بالليل مصطفى خبرني يضحك يضحك وليش انتي هيش وليش دا تسويين هيش قلت له ماما يعني آني أسايا لك تقول لي آني زين وماكوشي وانت بالمتقدم بالمتقدم قلت لي الآن شفتك بالتلفزيون بالتلفزيون طبعا أباوة عالية يعني بحيث أتابع أباوة عالية بقى تروح وياه صراحة يعني يروح وياه أباوة مصطفى بالمتقدم يلزم الهاون يضرب يروح على الهمر مالته يجيب غراض ويجيب الأسلحة ويجيب أباوة عندي يعني أباوة على طولة أباوة مصطفى أحسه مو يعني داخلي هذا مصطفى صغير عندي طفل بس أباوة عالية بطل يعني من نفس الوقت خايفة عليه وراها مصطفى بدت المعارك مصطفى بيجي مصطفى بقى بيه ثلاث تشور تقريبا محاصرة وكان من ضمن المجموعة اللي يتحاصرت بمصفى هو وأخو مصطفى قطع يعني ماكو اتصال فترة شون قضيت يوم ماكو اتصال وين يعني قلبي له بشي الأخبار قبل الأخبار وقعده وقرفت مصطفى بهالمكان بس اتصال بيه صفى أخو أخو قل لي احنا بالفترة الأخيرة احنا زينين وماكو شي وطمئنة ولا تخافين وراها هاي الأمور كلها الحمدلله الأمور رجعت تمام يعني رجع مصطفى والأمور زينة رجع مجاز وراها قام يروح ويجي يعني مش تهيت كلش لهالأمور هذا بحيث بصراحة حتى حاولت قلت له مصطفى انت بسها ثنين وما قل لي أحد غيركم لو انت لو صفى واحد من قدهم يبطل واحد داك شي يقول لي قل لي انت بطل لان انت عندك أطفال هذا يقول لي انا مام الزوج اي شيء اي أمر يصر علي انا مام الزوج مصطفى اللي مام الزوج مام الزوج اللي هو يعني خطبنا له ازيان المهم يعني بقي مارس حياتي يعني دوام بحيث اقنع اني اقنع يعني مصطفى خلي صفى هو يريد هو صفى هم يبطل انت انت تعال افتح لك محل اسوي لك شغلة اسوي لك واني ما عندي غيركم يعني زين شو اللي كان جوابه من تقعدين تتجيني جوابه يعني هذا شغلي هذا منهجي هذا حياتي هذا دفاع الوطن هذا هيجي هذا عملي بعض يعني اخر شيء يعني مصطفى بهالمكان هذا رممنا كافحنا سوينا هذا المكان فديوم من الايام اللي هو هذا البيت هذا البيت مم ومصطفى صارت معركة بالموصل اللي هي حي بكر اي اهنا وقفت المصطفى قلت لها مصطفى ما تروح اخوك كان همينوية بديتهم بزارة الدفاع هم عسكري زين فقلت له ما تروح يعني بقى بينه وبين اخو يعني الشون مثل ما تقول عباك متفقين يعني بانه لا هو يبقى ولا ثاني يبقى احنا هذا دوامنا وهذا عملنا واحنا موجبنا غايدا امن كلام تقلية انا مو احسن الفلان انا اقعد او كذا او كذا اخر مرحلة مصطفى اللي قاعتها المكان هذا قبل الالتحاق قبل الالتحاق الاخير الالتحاق الاخير كانت معركة حي القدس هاي هما حرره حي بكور وناطقه ونطفل هاي من حي التأميم ومن الموصل هاي زهور يا charles اي اي يرحون ويجَون ها الحشو والويا واستراحته وهو دخل بالمعركة بالتليفون بالتليفون وشون يعني سبحان الله مو قلبي يحس يعني اقعد بلحظات تلفزيون اشوف المعاركة عندي بالتليفون مصطفى اشوفه يطلع اذا ما احس بي مصطفى يطلع قدامي اي بعد اني يعني هيكي حالة اتوجه الرب العالمين وخلاص يعني اقول هو مثل كل مرة يروحه يجي فالله يطلعه منها ان شاء الله وهو سبع يعني سبع سبع هو عنده يعني مواقف حلوة مواقفة حلوة والشرف يعني بصراحة يعني نفس الوقت افتخر بي بس خايفة عليه حقج هذا نفس الوقت يعني في اليوم من العيام يعني هي اخر الالتحاق الالتحاق اللي راح بيها مصطفى خابرني انا جيت هنا انا واخو جهزنا البيت هذا البيت جهزنا اخذنا غرفتين وكملنا وهذي فمصطفى حجة ويايا قل لي انا جيت مجاز قلت له خلاص خابرني قل لي ضايج قل لي ضايج ما عرف يعني لان ما التحق لان ما التحق ضايج بقيتها صرت بصراحة شوية يعني عصبية قلت له موت نينكم فطلع مصطفى اجي قل لي اروح خابر جماعته اللي هم بالعلاوي قال هم ما عدكم كراوي انا ادفعها الكروة ثلاث يام مصطفى احنا بالبيت يعني احنا قبالي كنحس بانه مصطفى راح يروح بعد ما يرجع بحيث اخوه قال ما يخلي كل شي يسوي ما يخلي يعني اي شي يميد ايده الموه مصطفى انت تونس انت اطلع لازم تكت له مصطفى شو تريد اسوي لك اني قدر علي خلي بس اخوك انت قال يعني مو جبان فهذا ما كانت تفرلي هناك قبل الليل تحق بثلاث يام خابر جماحتي اصدقاء ادقوا علي قال صار علينا هجوم وفلان استوب وفلان هو طبعا والله العظيم تخبر قالهم ارحى خابر جماحتي طبعا هو خابر جماحتي قالهم يكلكم تكونون بالعلاوي اتفقوا مصطفى يعني باوعت علي قلي اروح وارجع هاي اللحجة ايه هاي اللحجة ايه احنا قبلها بيومين حاجين على خطوبته وصارت يعني سبحان الله هاي الايام اللي عبالك مصطفى يروح ما يرجع يعني صارت خطوبته فرحني صفقني قبلها بيومين قل لي هاي هي قلت له هاي تروح وترجع بالسلامة راس السنة راح يكون هي حنا هي زواجك هي حفلة خاصة لك هذا كلامنا النهاء يعني لحد ما انفتح التطويع هو قدم على جهاز مكافعة الإرهاب بدايته جتت خابره من هو بالمعارك اكيد خابرا انا يومية خابرانيه على التواصل وصير عليهم تعرض يقول صار عليهم تعرض يقول دعاكم بلك تنطلع من هذا التعرض لأن معركة خاطرة وقوية تعرف انت غادي موجود 24 ساعة وياهم مصفى بيجي بقى ثلاثة شهر نحصره جماعته وبقى ثلاثة شهر غادي وورا ثلاثة شهر لا وصلتهم تعزيزات وصلهم طيران فأجانة خطيئة قلنا لهم من طلع من المصفى بيجي التقيت بي التقيت بي سولف لك على الحصار سولف لي على الحصار وأحد الجنود استشهد وضمه لما نجا التعزيزات يلا الله مع العلم هو بالمصفى نفسي تهم مهم تراجعه من المصفى بس بنفس المصفى المكان بقى ورهم بس هو دفن أحد أصدقائه نيلي المصفى تشبير صحيح المصفى تشبير بعدين من نجا تهم قوة هاي فيندل المكان يعني أمنوه بالتربة أمنوه بالتربة وقفوا معادي قالوا هنا واحد أصدقائنا وزملائنا خلنا نطلعه طلعوا وجابوا شهيد ايه الايام الأخيرة يعني قبل التحاق هم التقيت بي أكيد التقيت بي جانا والتقينا وقعدنا سويه وقلنا له كافي ما أطلش في غير شغلة قال مو أقدر أشتغل غير شغلة والله قال جماحتي وهاي زي قلنا ننقل هنا البغداد تراجع قال والله مو أقدر إذا معارك قال مو أقدر جهنا قاعد وساكت شون دريت بلحظة شهادة من خبرك والله هذه صدمة أستاذ علي جاي قلب بالتليفون وشفت صورته ناشرة القوات الخاصة العرغية فقده واحد القناصين الفرغة الذهبية فطلعت لقياه صايرة ضجة الله شاهد بالمنطقة بعد تعرف منطقة وهو عدة هواي شعبية ولا شاب وعدة أصدقاء وهاي صارت هوسة يجينا رأسة للمطار يجينا شون لحظة استشهد شون استشهد عندك تفاصل شون استشهد انضرب طلقة أنا اقل لك بداية تحرير حي القدس عبره على عدن بداية حي عدن استشهد بداية دخول حي عدن للمواجهات ولا مواجهة مكان محرين ويعني شون نقول استراحة وطلع واحد من بيت رمع عليهم صلي والله اجت طلقة واحدة هنا موسيقى هذه الغرفة جهستيها قبل استشهادة بش قد يعني تقريبا بسبوع بسبوع نعم الغرفة صار لها تقريبا قرابة سبع سنين احنا داخلين بالسنة السابعة الثامنة يعني رح تنتهي الثامنة رح تنتهي الثامنة اي نعم و اشوف حتى اتربة ماكو البراض الفرشة كل تفاصيل الغرفة شوانا محافظة على يعني نظافتها والله يعني هي بين كل اسبوع بين يوم ويوم بين كل ثلاثة يدخلوا لها انا ما ادخل لها مرات ادنى اختي تدخل لها وتنظيب ادامتي ملابسة انشاءاللات اه غراضة غراضة محافظة ساعات تليفونة كلها المحتفظة كلها هاي عطورة طبعا جقائرة جداحة كلها هاي السبعة مالتة هاي الساعة مالتة العجيب اللي هي كلها يعني حتى هذ الدم مالتة شكت اتوقع يروح هذا الدم الدم نعم هذا الدم مالتة اغسلة اغسلة ويرجع بالك يطلع لي يحس سبحانه هاي هاي شوف هاي يعني دم مالتة وعند همي هناك الزين يعني حتى لقيت اشياء يعني مرات انا الطفة والله العظيم اغالك يعني ترجع لي اقول هو راح خلاص عندي بعد اهنا اكو دم همي هناك فهذا يعني يبقى باقي هذا لحد الان باقي تشوفك بارك اه صالح شقد ما داخل هاي الغرفة يعني انا ادخل بين فترة وفترة بس من ادخل لها يعني مو باستمرار يدخلون ننظف اباوة اشيك يعني اكتر شي اختي ادخله من ادخل ما اصيطر عنه نفسي اطلع يدوم اطلع غرضه ما اصيطر انا فعل اطلع والكنتور هم ضامة بغراضه وملابسه كلها يعني كل ملابسه قاطع اكو اشياء عدة خاصة يعني كلها اكو صور غرفة ثانية اكو فوق عندي يعني شغلاته الخاصة مناسباته كلها يعني هواي اشياء تبقى هو على كل حاله حتى الفرشة تنبليها الفرشة شا سويه مثلا تتنظف اخليها سبعين ثلاثة نشيلها اخلي يعني شرجف ثاني تبقى على حاله تنظيف على حاله يعني هواي اموره هوايه 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 اني شايفتهم يعني 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 شوفوا متى نوصف فرحانين كنا فرحه متى نوصف يعني دا جهز لهم بالمطر واللي والله العظيم شي مين نوصف يعني دا جهز العرصة يعني شوانا ما تقل ultimati يعني تلع دا اطلع يعني السوق قالوا لي شبيتش اليوم؟ قلت لهم ما عرف شبيه يعني بحيث قلت لهم أول مرة قلت لهم ما عرف محتصرة قالوا لي مصطفى جهستي أموري كملتيهم بيت صار عدكم والله العظيم قلت لهم ما عرف شبيه الساعة بالسبعة مصطفى مستشد الساعة بالأربعة 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 مصطفى كان قبلها اللي سول فولي يعني هو بين الخمس ساعات سس ساعات يعني قلت لك بالليل إحنا تليفون كانوا ياني وراها قل لي لاتخافين ماكوشي أخاف شبكة ما عندي أو شاحن ما عندي بس هو كان عتم تعرض طبعا وراها يعني حسيت بأنه مو من مصطفى بس أكوش مبالي مصطفى بصراحة بس أكو شن البيضي صار ماعرف الساعة بالأربعة مصطفى مستشد قبل اللي يستشد مصطفى محرن حي القدس مكملين بحيدة يأكل الحاج اللي آني هم أصدقاء أو جماحته اللي نقلوا ليه وملابسه وغراضه وحتى راتبه يعني مصطفى آخر أكلي قالوا يوم يصال لما ماكلوا هو يقول لي مااكلوا شار فقل أكر سمونه قطع الجبن وقلهم داي وقاس بطل مال مي داي شرب بيتشاي هيا شربهم بيتشاي اي زين فقال ميضحك قال لهم يالله عتم تحرك يعني قال لهم يالله قال مصطفى دقيقة خلنرتاح ويضحك ومطلع عشقاري يقولك بس يضحك يعني هذا الحاج اللي كأنه الصورة اللي آني شون من التخابر ماك ومنت فاسي بدي تشيل إياها هتشول إياك كأنه هو موجود قبالي وانت تخيلين ها المشهر وأني أتخيل فعلا داخل هذا المشهر داخل هذا ليش لأنه تليفونات آني للأربعة يعني مصطفى باجب جيت طلعت رحت بنفس المكان هو يمكن كان ما يأكل يقول لي أكلت أتم تعرض يمكن كان ما يقول لي أتنا تعرض بس أللي أشوف بالتلفزيون مصطفى يجي قبالي بالتلفزيون وأكو فيديووات عندي مرات قمت أخزنها اللي هسة إذا تدخل على اليوتيوب الفيديووات مع المصطفى القاعد كلها موجودة شون صارت لحظة استشهادة يعني ش قلوه لك لحظة استشهادة دقوا علي تليفون لأن أنا الصبح الساعة بالدعش قلت لك دقيت علي ماكو اتصال فحسيت أكو شي والله أنا دع أسوق يعني كان دنيا مطر وأنت فرحانة جاهت جهزي لها فرحانة وبيدي فراشي اللي عرست شاب بأربيل زوجته قبل شعر يعني جهسته بقرأة بمصطفى وقفا كتبرحتي بيهن زوجت واحد نعم ماما، غرفة كاملة يعني ثلاث كراثين طلعت منها والله يجذ Patriotche خير فقلتلك يعني دقوا علي تليفون أنا شايفة صفا وشايفة مصطفا وما عدنا أي مشكلة أبو البيت قال لي هذا رقم مصطفا قلت له أنت حج حسين أبو البيت قال إيه قلت له لشكوا قال لا عبالي مصطفا سدقوا التليفون بعدين جاني تليفون ثاني بواعد عليهم قلت له ما أكف الشي قال لو شكوا قلت له ما يتليفون قلت ليش دي سيلون على مصطفا بعدين هم خابرني زوج أخته قل لي شكوا ماكو أخبارش قلت له زينة الحمد لله جيت خايفة على بنتي حامل قلت له ما يسابيها شي قالوا لا قلت له ملعد ليش قالوا ماكو لا ماكو شي بس نريد نعرف شكوا ماكو مصطفا مستشهد من الأربعة وجايبي بأربيل مستشفى أربيل ملاحقت لأنه وصلت لقيتها قبل ربع ساعة طالع من بلغتش شوان عرفت مستشهد أبن خالتي يشتغل هناك أهمين بالطبابة فواصل الخبر بالأربعة فشم سوين تقلين تليفون على أخو على صفاك وعلى خالك فهم ما قالوا ليستشهد هما قالوا لي آخر شي قلت له مشكوا يعني ديوم ليش هالتليفونات هاي مثلي اللي حسيت أكو شي خلاص يعني قالوا مصطفى نجرح قلت لهم شكت لكم آني شكت للمصطفى هيش داعشو يا بهال لحظة قلت لهم مستحيل مصطفى يعني دقيت على أخو ماك ودقيت على بسرد أتأكد أكو هيش خبر المهم بعدين وصل لي قال لي مصطفى استشهد وصلت للمكان مصطفى يعني يعني نايم نايم يعني من شكتها وهاي مصطفى نايم ضربتها هنا وديم سبلها لله يعني 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 احنا شو نقول نقول لا حوله ولا قوتها الله بالله يعني كنا أتمنى أفرح له صراحة زوجة يعني أزفه لو فيش شي باقي لي منه وإحنا كنا هذا موت حق ونال الشهادة هو ويتمنون هالأيام أي واحد يعني ينولوها بكل شرف مصطفى بعد يعني مثل ما تقول أنا لا حوله ولا قوت وصل مصطفى بغداد والحمد الله الرحمة والمغفرة للشهيد مصطفى القائد وأسأل الله أن يصبرك ويصبر قلبك إن شاء الله يا مصطفى شفنا اليوم مصطفى بعيون أمة وصديقة مصطفى عايش لا زال عايش في هذا البيت وعايش ويا أمة ويا أصدقائها يعني حقيقة حتى من دخلنا البيت يعني شعرنا بوجوده هذا الشاب اللي بمقتبل عمري هذا الشاب الحلو اللي أمه عرضت عليه يعني كثير من الأشياء قبال أنه خيرته أنه شخص من عدكم يا ولدي يبقى بالمعركة والثاني يبقى يمي اثنيناتهم رفضوا ماهمهم لا راتب ولا منصب ولا أي مغريات بدليل أنه هي عرضت عليهم أعمال يعني قد تكون مجزية لرواتبهم لكن مصطفى رفض رفض لغاية أنه يبقى ويا أخوته يدافع يدافع عنه ويدافع عن كل المدنيين وعن ناس مؤمن بقضيته هذا الشاب اللي كان دي جهزوله غرفته وملابسه وقاطه وعرسه وكان سعيد وفرحان أنه رح ينتقل إلى حياة أخرى الحياة الزوجية التحق وكان من المفترض أن يرجع ويصبح الرئيس لكن حتى هذه اللحظة اغتنصها عد ما صار عدة واجب وقال لولا أنت ما عليك واجب قالهم لا أنا أروح بالواجب وراح رجع مرة ثانية لكن رجع شهيد حقق اللي باله الله يرحم مصطفى القائد هذا اللقب اللي أطلقوه عليه أخوته وأصدقائه واللي كانوا وياه لين هو قاد ويصبر قلب أمه ومحبينا دولة فخرنا وتاج على راسنا اليوم حسينا بوجوده وحاولنا أن ننقل هذه المشاعر الصادقة من أم مصطفى لكم حتى شوفون يعني جزء من معاناة عوائل الشهداء اللي هما عايشين في منطقتين دوما منطقة الفخر ومنطقة الفراق فراق الأحب إلى ألم ما يشعر بي فقط اللي جربه الرحمة لجميع شهدانا إلى حلقة أخرى نلتقيكم ويا فخر آخر في أمان الله اشتركوا في القناة